احنا كنواب للتنصيخية يمكن الجيل بتاعنا هو الاقرب للشباب فاحنا محتاجين دايما واحنا قلنا لهم كده اعتبرونا احنا الجسور ما بينكم وبين دواير صنع القرار والاستجابة كانت عالية جدا منهم الاسلقتهم يعني بصراحة يعني فاجؤونا بكم الثقافة اللي بيتكلموا فيها متحدثين لبيقين على دراية بكل حاجة بتحصل فيه اللي سأل في المناخ وفيه اللي سأل في الاقتصاد وفيه اللي سأل في تمكين القطاع الخاص ومشاركته يعني لقينا الحوار بيتفتح مننا زي هو ده طبعي دايما الحوار مع الشباب هو حوار مفتوح احنا النهاردة كان لنا الشرف ان احنا نبقى في جامعة حلوان جزء من فعالية احنا عاملينها اسمه اسبوع المناخ في الجامعات ممثلين عن التنسقية عن لجنة المناخ في التنسقية بنتناقش في الكوب ايه اللي هيحصل في الكوب ايه هو الكوب ودور الجامعات ودور الطلاب في قضايا المناخ حوار مفتوح مع الطلبة حوالين موضوعين هما الموضوعين الاهم في التوقيت الحالي الموضوع الاول الحوار الوطني وكان كلامنا مع الشباب بشكل عام من فضلكم اتكلموا بدون خطوط حمراء اتكلموا في كل المشاكل اللي بتواجهكم وبالفعل احنا تلقينا اسئلة في الموضوع ده وقلنا النهاردة هنجاوب على كل الاسئلة وما فيش اي حاجة نقدر نخبيها بالعكس لما نتكلم مع بعض هو افضل وسيلة علشان نفهم كل الامور